بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد علي افضل السلام والسلام ازيكم يا حلم تابعين هنعمل النهاردة مرأة الزجاج بالخضار قبل ما نبدأ الفيديو بسم الله وصلى على الرسول علي افضل السلام والسلام زي ما احنا شايفين هتبع عبارة عن خضار بس وخضار طبيعي وده افضل من اللي بجريه لانها اللي فيها مواد صناعية ولا اي حاجة بس بتحطيها في الفريزر عشان تضمني لان مش حاطين فيها مادة حافظة نجيب الخضار بتاعنا اللي عبارة عن جزر كوسة طبعا كل الخضار زي ما انت شايفه ومعهم كمان كرافس معهم وتكون راقت نقطع الحاجات دي كلها وبعدين نحطه على البتجاز شوية مية نسلقها يعني البتجاز على النار وبعدين نروح بيها على الخلاط ونضرب كل اللي احنا عملناه وسوناه في الخلاط اكلة بسيطة متهاش حاجة وهتعمليها بدون مواد حافظة بدون اي حاجة وهتديك نتيجة جميلة وكمية حلوة وجميع الخضار اللي انت عايزها تحط بزلة تحط فاصولها حط كل اللي انت عايزها هيديك نتيجة جميلة جدا من الخضار زي ما احنا شايفين جميع اللي احنا عايزينه والكل ساحبينه مع الجزر كل دي بتديك الفيتامينات وطبعا الخضار مهم جدا لصحة الانسان افضل من اي حاجة زي ما بقولهم استخدم كل اللي تحت الارض افضل من اللي فوق الارض اللي تحت الارض دي اقصد بالخضار والفاكهة الفاكهة برضو بس بحرص استخدمهاش كتير لكن الخضار استخدمه منه الكمية اللي انت عايزها كل منها كل يوم بكمية كبيرة زي ما احنا شايفين بعد ما دربناه في الخلاط هنحط لها التوابل بتاعتنا فلفل وببركة يعني بتحط البغارات بتاعتك طبعا بتحتوى على عدد كبير من البغارات السبع بغارات ونحطها في قالب زي ما انت عايزة حطت تحت القالب طبعا بعد ما استهدت وبردت شوية بقت دافيانة حطيت تحتو كيس تلاجة فتحتو حطيتو عشان تبقى سهله لما حطها في التلاجة اقدر ايه ادمحها بعد كده وقطحها هنسويها طبعا لما احنا جايفين وهنحطها في التلاجة ممكن بعد كده تحطيها في ورق فويل وتحطيها في الفريزر وتستخدميها وقت ما انت عايزة هننازل كل اللي في في التاسة بتاعتنا ونسويه ونعبيها في ورق لما احنا عارفين او تحطيها ممكن تحطيها في كيس بس بعد ما تخرج من التلاجة وتكون شدت اذا ما انت شايفينها شكلها شادد هنرى الحاجة هنسيبها في التلاجة هتدوس تلاقيها شدت معاك تقطعيها بعد كده هتخرجيها تقطعيها وتحطيها في الديفريزر هنقطحها هون بعد ما شدت معانا في التلاجة سبناها للتاني يوم هطاعة بقى تبع الحجم اللي انت عايزها انا عملتها مكعبات مغيرها مش كبيرة هحط منها في شربة الخضار في اي اكل انت عايزها هط فيها هط في اي اكل انت عاملاها هتديك النتيجة جميلة بدل من اللي بتشتريها من السوق ودتنا كمية ده وخضار احنا اللي عاملينه وخضار طبعا طازة زي ما احنا شايفين جاب ده ازاي ده اللي انا عايزها منها دتيجة جميلة وبسيطة مش هتكلفك حاجة كتير زي ما احنا خلصناها هوي زي ما احنا خلصناها هوي زي ما تشايفها ايه ما تقطعها ممكن اعبيها في فويل ممكن احطها عادي في كاس عادية زي ما تحبي عبيت جزء فويل هنشوف الوقت الشكلة لما خلصناها وحطناها في الفريزر طبعا لانه ما ينفعش تحط في التلاجة منتهى لانها بدون مادة حافظة وده افضل طبعا اتمنى الفيديو يعجبكم ولو وصلتي معايا للنقطة دي ما تنسانيش في اللايك اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته